اهلا بكم في فيديو جديد من قناتكو ايجب شانجيمرز وغلد معكم احمود بيبو حلقة جديدة لعبة السيرفايفل والبقاء اللي بتدور في اطار قديم في عصر روما القديمة ويمكن احنا النهاردة مكملين في المهمات الناس كتير طالب اعمليه والله هي المشكلة ان اللعبة فعلا المهمات بتاعتها بتاكد وقت طويل جدا. فاحنا بنقول بقعد لعب كتير جدا وعشان نقدر اعمل لكم فيديو واحد نقدر نزله عن اللعبة. واحنا بنبدأ الفيديو بتاعنا بنفكركم بهدفنا ان شاء الله ان احنا نوصل له خمس سلاف مشترك احنا النهاردة فاضلينا تلاتة على خمس سلاف ان شاء الله نكمل بعد كده في رقم تاني. يلا بينا نخش على الفيديو على طول ونشوف احنا وصلنا الفيديو. بنجرب ما بنيت المعسكر بتاع العساكر. قال لي خلاص كنا انا الرجالة بتوعي امنين. وبنشوف المكان زي ما انتم شايفين رجعنا تاني يوم. احنا كنا قتلنا الناس اللي هنا. اه او في المكان ده اول ما دخلنا كان فيه حبة ناس قتلناهم. ولكن زي ما انتم شايفين لما رجعنا تاني يوم. وبهن لما المكان البنى. اه طلب مني ان انا اعمل حاجة ان انا استكشف المنطقة بعد المنطقة الاولينية دي. يعني دي الساحة الرئيسية. تمام? وزي ما انتم شايفين اه طاولة رئيس العمالي عمل لنا نحاس. طاولة تانية ادينا خام. والخام ده بيقدر نحوله بعد كده النحاس عن طريق الورشة دي. زي ما انتم شايفين كده العشرة يمكن لما نطورهم بعد كده زي ما انتم شايفين هنقدر نعمل عدد اكبر من النحاس. ولكن دلوقتي كل عشرة من خام او من المواد الطوب نفسه بيتحول الى اه واحدة من خام النحاس. تمام? طيب. اه عندنا هنا لو تاخدوا بالكم ان المهمة دي اسمها النحاس هو الاساس. احنا الكل ده احنا عاديين بنلعب فيها بقالنا حلقتين اهو ولسه في المهمة تسعة من سبعة وعشرين. هنا الراجل جيه قال لي ما لكش دعوة انت. احنا بس حطلنا الخشب وانا الرجالة بتاعتي احنا عارفين طريقة ازاي نقدر نبني. وهو من المرة اللي فاتت ايه اللي. قال لي ما لكش دعوة انا وفعله الموارد ورجالته تبني. ليه? هما خبرة اكتر في بناء آآ المناجم. وزي ما انتو شايفيني الخشب اللي عالجنب وده المعسكر اهو. انا مش فاهم بقى يعني الرجالة اللي واقفة دي مفروض ان يدول حرص. برضو الناس جم. وانا اللي قتلتوهم. انا مش فاهم هو مش مفروض يساعدوني طيب ولا ايه? يعني مش فاهم. هنا طبعا. عمال المناجم بيشتغلوا بيكسروا الطوب بيطلعوا خام. والخام ده اخدوا ادير للراجل فيبتدي يطلعني منه ناحس. طبعا الحتة اللي هتفتح دي هي يمكن زي ما انتو شايفين بتفتح في دقيقة فسهل ان احنا نستناهم عمال لما يخلصوه. المهمات هنا. يعني انا انا مبسوط باللعبة وآآ عاجبين بلعبها. كل آآ فترة تمام? وبنعمل المهمات بتاعتها ولكن. زي ما دايما ما احنا بنقول المهمات بتاعتها بتاخد وقت. عشان كده يمكن انا ما بنزدش عنها حلقات على طوق. يعني مش كل يومين هتلاقوا حلقة. مش كل آآ يوم هتلاقوا حلقة. ليه? لان زي ما انتو شايفين كده احنا قاعدين بنعم في المهم دي زي ما قلت بقى لنا حلقتين ووصلنا لحد 11 من 27. بعد ما خلصنا الحتة الاولينية دي دخلنا لقينا في حتة مكسرة وحتة زي مكانة السحر الرئيسية اللي في المناجم. فبيطلب مني يا الله ان انا استكشف المنطقة اللي موجودة جوه. ناخد بالنا هنا طبعا. آآ دي المادة الصلبة هي برضو بنقدر نجيبها من المواد اللي موجودة هنا. ناخد بالنا ان آآ عندي هنا ان انا شاهد على اعلان فوق على اليمين ولكن في برضو لصوص موجودين هنا. فناخد بالنا. تمام? رغم ان هو كاتب لي ان الاعداء بقون في مخائبئهم ولكن لا. احنا لسه آآ الناس آآ بتظهر. هنا طبعا الطبيعي ان انا هتفرج على الاعلان عشان اصلح الفاس بتاعي او آآ بك اكس بقى بتاعي معرفش ان انتم معرفش برضو الناس كلها بتلعبها بالعربي ولا في ناس مزمينها بالانجليزي. ولكن الفاس بتاعي هبتدي اكسر بالتوب اللي جوه والتوب ده زي ما انتم شايفين بيجيب لي خم. والمنطقة كلها انا بحاول استكشف المنطقة. طبعا هو مش هقول لي السهم ان انا استكشف المنطقة اللي على الشمال. الباب اللي على الشمال. ولكن انا قلت بالمرة خش اشوف فيه ايه هنا. شوف كده ايه اللي موجود الناحية دي. فيه زي ما انتم شايفين كمية حجورة كتيرة جدا. سد المنجم. خالص. فيه هنا يمكن برضو مكان. آآ فيه برضو طوب واقع. في الوضع طبعا البنجم. يعني مهجور من زمان. ويمكن هو عشان كده آآ الراجل قال لي عليه. قال لي انا عارف ان المكان ده فيه فيه هنا آآ نحاس كتير. هنا زي ما انتم شايفين عشان اقوم بالزارة الحوائط محتاج خمسة وتلاتين آآ خشبة طولية ومصامير. طيب. وهنا برضو تحسين حوائط محتاج مصامير ومحتاج خشب طولي ومحتاج طبعا ذهب في كلا الحالات. هنا عشان ابتدي اقوي الحيطة فالطوب ما يقعش تاني. طيب خلونا نكمل جوه نشوف لقينا برضو مجموعة من الاعداء هنا زي ما انتم شايفين. راجل نزل بالمطرقة بتاعته جامد. ماشي خلونا ناخد علاج ونروح برضو تاني. في اعمل. اتروه ده. اتروه كبير ده. بس خلاص. هو ده بدأ بخدس خلاص. بدأ المقاعد بيدربني كل مرة بيدربني بالمطرقة اللي معادي جامدة. تمام? هنا طبعا المهام اليومية زي ما انتم شايفين كده خلونا ثلاث مهام فنقدر ناخد الجواز ونقدر ناخد الصندوق ده اللي موجود معنا بيبقى فيه موارد او بيكون فيه علاجات. تمام? هنا برضو نفس النقطة. الصحة بتاعتي او الطاقة بتاعتي خلص فنقدر نتفرج برضو هنا ندوس على مشاهدة الفيديو هون من فنقدر ندوس عليه نتفرج على الفيديو هيديني خمسين طاقة. ودي برضو من يعني هنا انا شايف ان هو يستخدموا الاعلانات بزكاء. ايه? يعني انت هتحتاج طاقة. هتفرج على الاعلان هتاخد خمسين طاقة. ديك كم مرة تتفرج على الاعلان? ديك مرتين بس. تمام? اه برضو لما جينا نصلح الشاكوش بتاعنا لو تاخدوا بالكو الشاكوش بتادي الكسة التانية هو. ولكن تصليحه تاني مرة مش باعلان. هتدفع جواخر. فانت ممكن تستفيد من كده وناخد بالنا هنا بقى في خم نحاسة هو. انا بقى معايا اربعة من خم النحاس. احنا محتاجين مصامير. تمام? فعشان نعمل مصامير. احنا شوفنا مصامير بنصنعها ازاي? محتاجين سبيكة النحاس. سبيكة النحاس اما هنجيبها هنا طبعا المصامير اهي. محتاجين سبيكة واحدة من النحاس عشان نقدر نعمل عشر مصامير. فحلنا ان احنا هنستنى. الناس اللي بتنتج دري الوقتي نحاس في آآ المنجم. بيطلعونا عشرة من النحاس عشان نعمل سبيكة النحاس اللي هي التانية. او هنطلع الشزايا بتاعت النحاس خمسين واحدة دائما شزايا النحاس دي. ودي احنا عارفنا نطلعها ازاي? عن طريق ان احنا نروح المنجم آآ او عفوا المغبرة الاطرورية ونبتني نفكك الحاجات اللي موجودة هناك فانطلع نحاس. طيب في هزي الاسناء وهما بيطلعوا آآ النحاس انا محتاج النحاس ده عشان اعمل ايه اصلا? عشان اكمل المرجم الروماني اللي كان موجود هنا. يعني احنا ابتدينا النحاس بزباب المرجم الروماني ده. فجينا اكملناه زي ما انتم شايفين اهو ابتدى قال يحضروا اواني خليط الحارق وابتدى يضرب اهو وقع البرج اللي كانوا موجودين فيه طبعا عن طريق المنجم اللي موجود هنا. حلو جدا. تمام? كده خلصنا. نشوف حصار حصار شامل دي مهمة الرئيسية بتاعة اللعبة. قال لي والله ابني جدار واخ. جدار واخ تاني. هناخد بالنا. احنا وقعنا البرج اللي هنا البرج اللي هنا اهو وقع عليهم وما بقاش في حد. بس البرج التاني في ناس اهو وقفة بتضرب من فوق. اهو وقفين وواضحين. واحنا برضو عايزين نوقعهم. طب ما نلف المنجميق. نحط ركو كده شوية ونضرب به. ما وخلاص احنا وقعنا. قال لي لأ. اعمل لي بقى ونغنيق هنا. فهنعمل ايه? هنعمل نفس القصة اللي احنا عملناها لناها التاني. هنبني هنا جدار واقي. تمام? والجدار الواقي بطلوب مني تلاتة. اه او عفوا بطلوب مني خمسة. دي الموارد بتاعته فانا هجمع بقى كمية كبيرة جدا من الحبال ومن الخشب الطوري واجي اكملهم كلهم مرة احدى. تمام? ده واحنا بنكمل في المهمة بتاعت احنا شغلين في المهمتين. مهمة جانبية. بتاعة النحاس هو الاساس. والمهمة رئيسية ان احنا بنبني باية الحاجة اللي هنا. زي ما انتم شايفين ان حاس بنجمعه من هنا. ونبتدي نحوله كده بقى معي ستة احنا محتاجين عشرة على الاقل. عشان نقدر نعمل سبيكة واحدة. والسبيكة دي هنحولها الى عشرة مسامير. هنا لاخد بالنا ان الخام ابتدى يزيد فنبتدي نزاجه بدل ما بديعمل واحدة نقدر نعمل اتنين وهكزا. طبعا انا اقدر اجمع كمية كبيرة واقدر اروح للراجل ولكن طبعا مع كل كمية الدنيا هتزيد. والوقت هيزيد. وطبعا نقدر نتفرج على الاعلان ولكن الاعلان يعني بيقلل عشر دقايق بس. يعني اعتقد ان هم محتاجين مسلا ان الوقت يقلل النص. طبعا هنا مع كل مرة بخرج من من المنجم وباجي تاني يوم. يكون فات يوم كامل. فبيبتدي يخرج الاعداء تاني. تمام? والمكان بيتراستر تاني كله على بعضه. وناخد بالنا من القصة دي ان المكان اتراستر بالكامل. الناس اللي احنا قتلناهم لسه قتلنهم هم هم. برضو هنا يمكن فاضل المصامير فاضل الاربع مصامير. تمام? ولكن بقيت بقيت الحاجات زي ما هي. المكان ده برضو احنا كنا نضفناه وازبطناه وشلنا الطوب اللي فيه وشلنا الخامل اللي موجود فيه. لما جينا تاني يوم لقناه زي ما هو. الطوب وقع منه تاني. ليه? عشان ما عملتش تخوية للجدران. احنا لما قوينا لو قوينا الجدران التوب ده بيقع من الجناب بتاعة المنجم. فبينزلي كسر هنا فانا باجي اكسره واشيله. فلو احنا عملنا تقوية بالجدران مش هيجي هنا تاني. تمام? وهنشوف قدام يعني المهمة زي ما انت شايفين كده احنا في احداشر من سامعة وعشرين كتير. وهي دي ايه يمكن اللي انا بتكلم فيه ان انا مش هقدر هنزلكو كل يوم حلقة عن جلدياته لان جلدياته اصلا المهمة بتاخد وقت. يعني المهمة بعض اصورها في خمس ست ايام وبعرضها لكم في حلقة. فهي دي فكرة انا ما اقدرش هنزل كل يوم حلقة. هي دي النقطة اللي انا كنت بتكلم فيها. هنا زي ما شايفين كده هم مزنوقين في الطوب هم مش هايفين يخرجولي. ولكن لا اقرأت ايام هم يضربون. وطبعا في حد هنا بيدرب بأسهم فخلونا آآ نجري. نخش نقتل اولين نحاول نخش نقتل. الحمد لله المرة دي فلتت منه. المرة دي فلتت منه. وضربني مرتين المرة اللي فاتة خلينا نخلص من ده. ونضرب من آآ الرجل الدورة ده خلاص كده تمام. كده بتتكلف ده كدير. ومهمة دي بتتكلف ده بكتير جدا. ناخد قفزات الجلدات دي لو عايزين نفككها. ولكن الميزة هنا ان كمان الطوبة دي بتاعة النحاس بتتجد كل يوم. فدي ميزة. ليه بتساعدني? على اقل بتجيب لي اتنين نحاس. تمام? خلينا ناكد من الخبز وكده تمام? نقدر ناخد اتنين من خام النحاس. تمام? المنطقة اللي قدام هنا مقفولة. اقل لكم المهام لاتحت هسن عنصر لان اصلا كده كده دي لسه في الخطة قدام او لسه في المهام اللي قدام. مش المهام اللي هنا. هدفنا طبعا كله في هذه الفترة ان انا جمع كمية نحاس اقدر اعمل المصامير. طبعا هنرجع بعد فترة. نشوف هنا جبت شزايا نحاس وانا كان معيها كمية من شزايا نحاس. رحت المغبرة طبعا مش هنجيبها تاني. وهنا زي ما تشايفين هنعمل سبيكة. سبيكة نحاس ما بتاخدش وقت كتير. اه يعني نلف لفة كده ونرجع للراجل زي ما انتم شايفين مش هيخد مش هيكمل اه تارت ربعة دقايق خلاص اهو بيكمل السواني الاخيرة. بنجرد ما بيخلص السبيكة ومواخدها انا. اقول له شكرا يا عم الحاج. على السبيكة اللي انت قدت تاني دي. نتعلم ونروح نعمل عشر مسامير. ونروح بقى نشوف. المهمة نكمل المهمة. مش معقولة احنا بقى انا كم يوم قاعدين. طبعا انا لما زيقت روحت جبت الشزايا. خصوصا ان احنا نحتاج نحاس تاني. بس انا دي يعني اخر حاجة. هنكمل المهمة هنحاس هو الاساس اهو. وحداشر من سبعة وعشرين. هنرجع تاني المنجم. ونروح نشوف بقى الاستكشف المنطقة الاولانية. او المنطقة التانية بقى. تمام? هنروح هنا ونبتدي نشيل ده. ناخد بالنا ستمائة وثلاثين اهو من الدهب. خمسة وثلاثين من القطع القشبات الطويلة. واربع من المصامير. هياخد ايه? ساعتين وخمسة وثلاثين دقيقة. ناخد بالنا نحط موارد بس. برضو الرجالة اللي شغالين هما اللي هيقدروا يعملوا هنا. طيب. المكان ده انا فضيته هنا ولكن بيقولي ده تحصين تحصين الحوائط. طب ما تحيلوا تحصين الحوائط بدلا ما كل يوم ما جاء نضافها. تمام? خلينا نشتغل فيها. هي كمان. فيبقى عاملين كده المهمتين. وناخد بالنا ان المهمة دي من المهام اللي هجيلي قدام. يعني هو كيك هيلو مني ان انا خاصة المكان ده. فانا قلت بالمرة بدام كده كده. احنا معنا المصامير ومعنا وقت. لان كده كده هستنى ساعتين هنا ونص. فخلص خلينا نعمله. طبعا في هزي الاسناء بحاول اروح هستنى. انا مستني يخلصوا. فهعمل ايه? هروح لايه المهمة بتاعة الحصار الشامل المهمة الرئيسية. ونروح نكمل الجدار الواقعي اللي موجود هنا. طبعا احنا كملنا الاولاني خلاص خليونا نكمل التاني. وممكن انا معي موارد انا جبت بقى احبال وقبت خشب عاملت خشب كتير خشب طولي. القطع الخشب الطولية دي عشان ايه اخلص. يعني اروح اعمل الخمسة عشان ايه? نخلص. خليهم بقى يجيبوا المنغولينك اللي هناك ده ونيجي نضرب الصور اللي هنا ده ولا القصدي البرج اللي موجود اهو. ويمكن خدت هنا تاني اهو. خلونا نعمل اخر واحدة في الجدار الواقي. ادي دي الخمسة اهو. كده خلصنا. يلا هنعمل ايه بعد كده? قال قلت له دروع الاحصار على اهوبة الاستاذة للدنيا. قال لي استخدموا الدروع كغطاء حيلو. الناس ده هلت استخبت. قال لي ايه? شايد صراح الاقرب تاني. يا عمي طب ما هو موجود ان احب تاني. ما هو موجود ان احب بتاني ما تجيبوهم هو بيمشي على العجل. ما تجيبوه هنا ونضرب بيه وخلاص. لازم ابنيهم تاني? قال لك اه لازم تبني. طيب. هنشوف قطعة خشاب طولية وجزع جاف وهنيجي هنا. طبعا هنا هنتكلم بقى عن المواهب. مع كل مستوى بيديك نقطة. والنقطة دي يمكن احنا اتكلمنا عن موضوع ده قبل كده. شوف انت عايز ايه? عايز موارد كتير. بتدي تركز على البحث عن المواهب. الناجي بيديك انت الشخصات بتاعتك تبقى باقن. تمام? وناخد بالنا. المنزل تتعالج فيه اسرع تفالي الوحوش يبقى احسن. امتصاص الجرعات يبقى احسن وامتصاص الجرعات دي انا شايفه من الحاجات المهمة جدا وزي ما انتم شايفينها مهتمة به. تلاتة من الخمسة. عندنا طبعا هنا انا المحارب اهتميت في الاول بالمحارب ويمكن لفلت حاجات كتير جدا. ولكن بعد ما ابتدهت الافل مسلا انا يا سيد المقمع انا معاي المقمع دلوقتي فانا خلاص انا مرفعها المستوى خمسة. سيف المقارك يمكن معيش اه معايا السيوف وكنت شغال بالسيف فانت دعا لحسب انت انت بتشتغل بايه? حسب انت سلحك ايه? سناي الاسهم? بضرب باسهم فابتدي اركز على الاسهم. غير كده? لأ انت بتدي بقى اشوف انت عايز موارد عايز اه يعني لو عايز موارد كتير وتبتدي جمع موارد كتير روح امشي في الخط بتاع الجامع البحث عن الموارد عايز تبتدي اه في اه الناجي فتبتدي تاخد فيه. انا يمكن مشيت هنا جزء كبير جدا. في المحارب. تمام? وقدام هنشوف بقى الصحة هديد وكل حاجة ولكن دلوقتي انا مهتم بالناجي لان انتصاص الجرعات ده انا اكتشفت ان هو مهم جدا. بيخليك تاخد الجرعات بشكل اسرع. فعشان كده انا مهتم به في هذه الفترة. رجعنا بعد ما الناس خلصوا. جينا هنا لقنا اهو الناس خلصوا وطلعوا آآ الخام. ودي بقى معايا ستة عشرين واحدة اهو. ودي آآ اتنين من آآ خامل نحاسة اهو بقى معايا عشرة فقدر عمل تسابيكة تانية. لان احنا هنحتاج مصامير تانية. هفتكروش ان احنا حبة المصامير اللي احنا عملناهم دول هم دول فيهم الشفاء يعني هم دول اللي هنخلص منهم المهام. طبعا انا ببقى ان انا رجعت تاني يوم اهو. لقيت ايه الناس موجودة. لقيت الناس موجودة لان آآ فات اربعة وعشرين ساعة غالبا آآ يعني اليوم التاني انا كده كده بقى في اللعبة وخلاص وبقى افتح تاني يوم. الغريب. والغريب هنا. ان المكان ده انا غسرته. ازاي انا عملت تحصينات. والمكان رجع فيه طوب. الله ده المفروض انا عملت تحصينات. وهنا مركز عمال منجم. ده مركز عمال منجم ده الناس هتشتغل هنا. فازاي جيته. اللي انا اكتشفته يعني ان هو تقريبا المكان التراستر قبل ما المكان يخلص او قبل ما التشيدات تخلص. فعشان كده رجعت طوب ده. طبعا هنا دي الممطقة اللي هو طالب مني ان انا استكشفها. وهنا خبنا. ليه هو طالب مني ان انا استكشفها? وفيه هنا حتة مهمة جدا. طبعا لما دخلنا لقينا برضو في ناس من الهاربين جوه. معرفش برضو ما جايين يدورها ايه? يعني هون منجم اصلا ام مهجوع. وفينا حاس قديم والراجل هو اللي بينجم عننا حاس. فهم جايين يستخبوا مسلا. بيمكن. لانه انا فيش حاجات تتسرق. ومهم ان احنا بمجرد ما بقتل الناس اللي هنا. وباخد كل حاجات اللي موجودة. معهم واخد بقى الرداء واي حاجة منوجودة هنا لو انا عايزها. مع الرداء ده انا كده كده مستوى رضيء. فما باخدوش. اه خلينا ناخد العلاجات دي. خلينا انه ناكل برضو مشهم كل ده. اماكن مالهاش لازمة او حاجات مالهاش لازمة. خلينا ناخد الجوز ده كمان. اه نقدر ناكله برضو. يدينا شوية طاقة. فيه في الارض. زي ما انتوا شايفين هنا يمكن هنا ما بقاش في حاجة. يمكن كان الاول كان بيديك ده. اه لما تتفرجع علان. هنا بجرد ما دخلت لقيت حاجة بيقولك ايه ده حاجز. سيمنع العدو من المرور. اه هو ده بقى. ده لو سديت الفتحة دي. الناس وصفت عدي. خلاص هوا مش هيقدروا يظهروا. بعد ما دخلت شفت المكان اللي هنا قال لي روح اتكلم معه فيتوس تاني. ماشي يا عامي فيتوس تعالى نتكلم معاك نشوف انت عايز ايه. روح لي فيتوس اتكلم معاه. ففيتوس يقول لي انا جمعت حبت معنوات عن الفاق الجديدة. تمام? وبرضو هنا هو بينبهني. الايك القائمة بالعمل اللازم لنستقر عشان نبقى مستخرين هنا. برضو انا مش هابني حاجة. انا بجهز له الموارد والرجالة بتاعته غيره تامي. شايفين اول واحدة? شيء تحصين حوائد. ده التحصين اللي احنا عملناه المرة اللي فتت. اول واحد. اللي هو مع فتح المنطقة. تمام? ولكن جايب لي في مكانين تانيين هعمل فيهم تحصين. اللي هو المكان ده. المكان ده قريز انا حصنته خلاص. فهي المهمة خلصت المكان اللي هنا. انا هشير الطوب ده ومش هيرجع تاني. يعني بس عشان نبقى عارفين انا هشيله دلوقتي. عشان لما المرة جاي لما ما تلاقيهوش تبقوا عارفين ان انا شلته وخلاص. هنا اهو تحصين حوائد. محتاجين ايه? مصامير تاني اهو. محتاجين خمسة مصامير. محتاجين هنا آآ خشب طولي جاف. غير خشب الطولي العادي. تمام? طبعا آآ بما ان انا محتاج نحاس او محتاج مصامير نحاس فاحنا هنعمل ايه? هنضطرن ان احنا نروح نجمع النحاس. هنا طبعا انا عايز اقفل المكان هنا. وناخد بالنا برضو ان هنا برضو فيه توبة او فيه آآ حجر من النحاس فده برضو بيطلع لي اتنين من خام النحاس فده برضو مقطة مهمة. لان ده كده كده بيتجدد كل يوم مع المكان. يعني المكان لما يتراستر او يتجدد هيبقى المكان ده برضو موجود. وده المكان التاني. برضو محتاج سبعة مصامير. انا كده محتاج اتنشر مصماري. يعني مش بس هعمل مرة واحدة لأ انا هعمل مرتين. بيحتاج سبكتين. زي ما قلنا المهمة طويلة. هنكمل ان شاء الله فيه المهمة الجاية هنعمل مصامير ونيجي نشوف المكان اللي موجودة هنا عشان نكمل التحصينات اللي موجودة في المنجم عشان يبقى عندنا انتاج نحاس قوي جدا الفترة الجاية لان النحاس هنشوف احنا هنقدر نعمل بيه ايه? لان هو مش مجرد بعمل بيه اوالب ومعمل بيه مصامير وخلاص نا احنا هنستخدمه كتير جدا الفترة الجاية هنستخدمه في الاسلحة وهنشوف حاجات كتير في الفترة الجاية. ان شاء الله هنكمل في القصة وعارف ان الناس بتطلب اللعبة على طول فان شاء الله هنكمل فيها على طول. وحنا بنعمل في الفيديو بتاعتنا بمينفكركم بهدفنا ان شاء الله ان احنا نوصل ليه خمس تلاف مشترك فاضل تلاتة على الخمس تلاف ومساعدتك هنوصل ان شاء الله. اي حد بيتفرج علينا مش دايس ازرى ومتابع يدوس عليه وكمان يفعل زرار الجرس واستنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية من قناتكم جيبشان جيمارس وولد.